بدايةً قبل ما نتكلم بقى على الأجواء اللي احنا عايشينها مفهوم كلية القمة احنا ده كلمة خلاص زي ما بقوله كده كل شيء بنقوله كل سنة كليات القمة اللي معروفة طب صيدالة هندسة هل احنا محتاجين نعمل مراجعة للمفهوم ده؟ طيب خلينا نفرق بين مفهومين لمفهوم كليات القمة المفهوم الأول الكلية اللي بتاخد من مجموع أعلى وبالشكل ده فاحنا عندنا كليات قمة على حسب المجموع يعني طالما ان في عندنا نظام تنسيق بيعتمد على المجموع وان اللي بيحصل على مجموع أعلى بيدخل الكلية أو الرغبة الأولى بالنسبة له اللي هي عند معظم الطلاب أو عند كل الطلاب تقريبا الطب ثم طب الأسنان ثم الصيدالة فده المفهوم الشائع والمنتشر لكليات القمة لكن المفهوم الحقيقي بقى لكليات القمة واللي يجب ان احنا نعمل على نشره وانه هو يبقى الثقافة بتاعتنا في المستقبل ان كلية القمة بتختلف من شخص لآخر احنا ما عندناش قمة واحدة وانما عندنا قمم كثيرة كل قمة بتبقى مناسبة لقدرات شخص معين ممكن ما تبقاش مناسبة لشخص آخر فده المفهوم اللي احنا عايزين أبنائنا في السنوية العامة يتبنوا ان كلية القمة هي الكلية اللي أنا أقدر فيها أحقق التفوق علشان كده لو أنا عايز أدخل كلية أول حاجة المفروض إن أنا أبص فيها أنا هقدر أحقق التفوق وليس مجرد النجاح في الكلية دي ولا لأ يعني فيه كتير جدا من أبنائنا الطلاب لما بيجي يدخل كلية بيقول آه أنا لو اشتغلت شوية واتعبت شوية في المذاكرة هقدر أنجح في الكلية دي أنجح في الكلية دي فدي أول غلطة بيرتكبها الطالب لا إحنا مش عايزينك تنجح إحنا عايزينك تتفوق يعني إحنا عايزين نقول إن المستقبل دلوقتي يعني ما بقاش فيه مكان للناس اللي هي يدوب بتعدي لا المستقبل عايز الناس المتفوقا ده في أي مجال من المجالات نقطة مهمة برضو عايزين أبنائنا ينتبهوا لها وهم بيختاروا كليتهم إنه هو إحنا عندنا الأهداف بتاعتنا محتاجين نعمل لها عملية تشريح يعني لما يجي ابني يقولي أنا عايز أدخل كلية الطب مثلا لابد إن أنا أسأله سؤال جوهري أنت عايز تدخل كلية الطب ليه ولازم يجاوب على السؤال ده فهنلاقي بقى فيه تباين فيه أراء الطلاب فيه اللي هيبقى عايز يدخل كلية الطب علشان المكانة الاجتماعية فنقول له طيب والله فيه كليات تانية برضو ممكن تديلك مكانة اجتماعية محترمة توازي المكانة اللي بتدهلك كلية الطب